المساعدات الإنسانية هي الأخرى هدفا للنهب المنظمة من قبل جماعة الحوث الإرهابية ورغم أن تلك المساعدات مقدمة من منظمات الإقاثة الدولية للشعب اليمني المنهك بحروب جماعة الموت الحوثية إلا أن الميليشيات استباحتها ففي البداية كانت تنهبها لتوزعها على مناصرها ثم تطور الأمر إلى بيعها في السوق السوداء ووفقا لمصادر رسمية فإن الحوثيين سرقوا مخازن أغذية تابعة لأكثر من منظمة دولية في مدينة الحديدة الأمر الذي أنعكس سلبا على الجانبين الإغاثي والإنساني وكانت الجماعة الإجرامية قد أغلقت مخزنا تابعا لبرنامج القذاء العالمي وصادرت مواد الإغاثة بعد إيقاف صرف حصة النازحين في مديرية زبيد بمحافظة الحديدة ليتفاجئ المواطنون ببيع الميليشيات لتلك المساعدات بعد مصادرتها ولم تكتفي ميليشيات الموت الحوثية بذلك فلجأت مؤخرا إلى الممارسات الاستفزازية ضد المنظمات الدولية وهو ما دفع منظمة اليونسيف إلى تعليق العمل بمشروع الضمان الاجتماعي وحرمت هذه الإصابة تسعة ملايين يمني من المساعدات المالية فضلا عن استمرارها في احتجاز سفن انتجارية تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية في ميناء الحديدة ومنعها إفراق حمولتها وهي جرائم مكتملة الأركان ضد الإنسانية وتهدف إلى تجويع الشعب اليمني ترجمة نانسي قنقر